السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف صلاح البتني قبل ما نبدأوا فيديو تانا تانها اليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات وما تنسوا تابونيوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد وصفتي ونحبكم ذكا ذركا تخبطوا لنا الجام باش يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المشتركين اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة تعليبيني والوصفة تعليبيني ناجحة من أول تجربة بمقادير مضبوطة ومقاديرها موجودة في كل بيت يعني أي واحد فيكم يقدر يحضرها تقدروا تحشيوها بالشوكولات بالمعجون وتقدروا تديروها بالعسل ولا تديروها أو ترمدهم عفوا غير في السكر وصفتنا الي نهار اليوم فيها مزيج بين طروة والقرماشة وكما أقول لكم أي واحد فيكم راح ينجح فيهم تجربوهم متأكد راح يعجبوكم تديروهم الفطر الصباح ولا قهوة عصر كما تحبو نمرو ذو كل طريق تحضر وش نحتاجوك مقادير عندي زوش كيسان انتا الفرينة أي ما يعادل 300 غرام كل كاس لازم يكون بومبي عندي كاس غربع انتا حليب دافي حبة تعبيض تكون بدرجة حارة الغرفة ملعقة كبيرة تعصلكوا العادي ملعقة من توسطة تعالفاني عندي نس ملعقة كبيرة انتا خميرة الخبز وعندي ملعقة كبيرة انتا على مارغاريدي تكون بدرجة حارة الغرفة راح نخليكم المقادير أسفل الفيديو بالغرامات وبالكؤوس نحطوه فيها كاس غربع انتا الحليب اللي يكون دافي معنس ملعقة كبيرة تعخميرة الخبز نخبطهم ملح بالفوي حتى نذوبوا ذلك الخميرة في ذلك الحليب نخليهم حوالي عشر دقائق تفعلنا ذلك الخميرة ومبعد نزيدو نخلطهم ملح بالفوي ونروحو نكملو نضيفو المقادير المتبقية أول حاجة راح نضيفو كملعقة عفون انتا سكر مع ملعقة متوسطة انتا لاظاني وعندي حبة تعبيض كما قلتكم البيض لازم يكون بدرجة حرط الغرفاء باش تنجح معنا الوصفة ونخلطوه هنا هاد المكونات كان مع بعض جيدا نصيرتو السكر نخلطو حوالي من ثلث دقائق حتى خمس دقائق نحسو انه السكر تعنا ذاب بعد ما نخلطو هادو كل مكونات كان نجيبو زوشكي سنتا فريناء أي ما يعادل ثلثمائة غرام يعني كل كاس يكون بومبي يكون بومبي اللي ما عندوش الميزان راني نقول لكم المقادير بالكؤوس وبالملاعق وكلش واحد ما يقول لي باللي ما نجحتش معايا اللي هنا نبدو اللمو في العجين تعنا راح تلقوهم متماسك في البداية واللي هنا كآخر إضافة راح نضيفهم ملعقة متاع لمارغارين ملعقة كبيرة تاع لمارغارين تكون مملوقة وتكون درجة حرط الغرفاء ونحاولو ندخلوها في ذاك العجين في نفس الوقت راني ندلكوه في العجين تعنا لأنه ليبني لازم يدلكو ندلكوهم بيان ندخلو ذاك لمارغارين مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام تولي عجينة طرية وفي نفس الوقت ليس رطبة راح نغطوها بالبابي فيلم ونخليوها احتني الضعف الحجم تاحها بما أنه راح نفس الصيف وراس خل الحال ربع ساعة وهو الضعف الحجم تاحها اللي هنا راح نديغازيو العجين تعنا ونحيوهم الرسيبيون ونحطوه في بلوندو ترانفاي حاولو مد الكوش أو اللي هنا في هذ المرحلة ما تعجنوش العجين تعكم ديركت ديغازيو اديلوا الفارينة وتحطوه على هذك الفارينة واللي هنا بالاستعانة بالقرنط او بالحلال راح نفتحو العجين تعنا حاولوا ما تفتحوش رقيق بزاف وما تفتحوش خشين بزاف راح اديلكم حوالي 15 حبة حتى 20 حبة حسب المقاس انت عسل سوريا راح تخدمو به انا عندي البرت بيس هذي حجمها عفوا متوسط تقدروا اقل تقدروا اكبر كما تحبوا وتقدروا حتى تديروهم مشروع باش تبيعوهم في البحار ولا تديروهم مشروع تبيعوه في المحلات المهم كما تحبوه واللي هنا نهزو الحبة تعنا نشوفوا السمك تحهم بعد ما اطبعتهم نحطوهم في سرفيات ولا بين سرفيات نغطي عليهم ونخليهم يضعف الحجم تحهم اللي هنا هذك العجين اللي يبقى نحاولو ننفضوه نحول ذاك الفارينة الزيدة ونحاولو نلموه بهذه الطريقة نكبروه ونغطيه بكيس بلاستيكي ونخليوه حوالي 10 دقايق ومن بعد نزيدوه بنفس الطريقة نفتحوه ونطبعوه بنفس ما طبعنا الكمية الاولى انتعالي عجين ونخليوه العجين تعنا يضعف الحجم بتاعه بعد ما مرت عليه حوالي 15 دقيقة يعني هذي الوصفة تعليهم في نصف ساعة بما انه رأس خلال الحال ما تدلكونش وقت نهائيين شوفوا كيفاش تضعف الحجم بتاعهم روحوا نجيبوه كاسران ديروا فيها الزيت باش ما تدينش الزيت بزاف والليبيني يحبو زيت طالعة بزاف كون ديروا فيهم قرح تدلكم زيت بزاف ديروا الهنا طيبو زوج حبة ثلاثة والنار تكون قليلة يعني اقل من متوسطى ما تكونش قليلة خلاص وما تكونش قاوية تكون اقل شو من متوسطى باش ما تطولوش بزاف وفي نفس الوقت يطيبوه لكمبيا يطيبوه من الداخل ومن برا الهنا جوست ياخذوا لون محمر لازم نرميو عليهم الزيت ياخذوا لون محمر نقلبوهم الوجه الثاني وذو كنتوا ما حصب الطيب كاللي يحبهم حمر بزاف وكاللي يحبهم ذهبيين انا مكذبش لكم نحبهم ذهبيين ولكن الهنا الدولي الوقت فطيب شوي اخذوا لون محمر انتما لكم الاختيار نقعدون هنا كما كنت شوفوا نقعد نقلبوه فيهم شوفوا جوا من فوخين جوا ما شاء الله حتى لو انتحهم انا اعجبني صراحة ذوك راح نطيب كاملة ذيك الكمية نحاولون قطرهم في بابي ابسوربون ومن بعد نجيبوه كمية من السكر لا دي سكر كريستاليزي ونرمدوهم في ذلك السكر بشيطيونا شكل الشباب وبالنسبة للناس يعني اللي ما يحبوش بزاف الحلاوة يكتفيوا بهذا القدر انتع الحلاوة جوست السكر يرمدو فيها سيبون ولكن انا اليوم جبت لكم هذيك الباتاتارتيني شوفوا الحبة تعني كفش جو جبت لكم الباتاتارتيني التاج من بالماري بذوق النوازات صراحة الذوق تحاء خيالي لانا راح نجيبو جيب حلواني ونعمروا فيه الباتاتارتيني وراح نحشيو به الليبيني وكي ما قلت لكم تقدروا تحشوهم بالعسل ولا بالمعجون بس انا نفضل انه نديروا شوكولاتاتارتيني سيرتول الاطفال يحبوا بزاف الليبيني بشوكولاتاتارتيني بهذا الطريقة تجيكم الخدمة تعكم النقية اللي هنا كي ما قلت لكم فقط الليبيني تعكم باش يجيوكم اخفف اعجنوهم بيان هذا ما كان حشيت كامل الكمية تعي بالشوكولاتاتارتيني وهذه هي نتيجة شوفوا كيفاش جو اخفاف وجو من فخين ما شاء الله وفيهم واحد المزيج بين طروة والقرمش انا هكذا حسيت لهم المهم انتو ما جربوهم وخليولي ارائكم في التعليقات لو وصلنا نهاية هذا الفيديو راح نقطع معكم حبيبات باش شوفهم كيفاش جو من الداخل شوفوا الخفاف والطروة هذه الحبة هذي ما بصلت لها الشوكولات حتى للقلب انتو ما حاولوك تعودوا ثقبوا في البنيتاكم ثقبوهم حتى المنتصف باش هذه الشيكولة تقيس كامل حبة وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها ما بقى علي نقولكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش تبارتجو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب وتخليولي أراكم في التعليقات وتبعثوا لي أي وصفة بغيتو هنحضرها معكم بمقادر مضبوطة وتكون نجحة أبعثوا لي في التعليقات إذن تهلوا في رواحكم نتلقوا في عد أخر موصفة أخرى والسلام عليكم